مساء الفل وأهلا بكم بنشوف بداية الحالقة ليلى اللي شغالة في السنتر عنده سعادة سيوفي بتفتح الباب وبتتخض بتلاقي واحدة قدامها اسمها سميرة وبتقول لها مالك خفتي قوي كده ليه ما خبه حد عندك ولا ايه ارتبكت اكتر لكن مادام سميرة دي بتقول لها تطمني وما طلعت شغيل لما شفت عيسى منزل هيعمل ايه بالضبط عندك قلت لك تسيطري عليه مش هو اللي يسيطر عليك قلت لها انا عملت كده بس علشان قشل النار بيه ما بين سعاد ومختار السيوفي انما بقى مادام سميرة دي زعاقت فيها اكتر واكتر ولو ادراها كمان وبتقول لها الكتب حرام بتتجوزيه عرفي وده مش اتفاقنا اصلا وبتهددها بقى لو كتب التاني هتموتها لسه ما نعرفش مين سميرة دي وعايزة تقذي عيلة السيوفي ليه بعد كده بنشوف عمر قاد مع بنت اللي مامته عايزة تخطبهاله اسمها سارة وبتسأله بتحبني قد ما بحبك قالها ليه بتسأله وسأله زي ده هوا انت شكة ولا ايه قالت له ساعات بحس انك بتحبني قوي وساعات بحس ان عمرك محبتني مش متخيلة ان انا عبد عنك يوم من الايام قالها الخوف والتفكير الكتير ممكن يقتله اي لحظة حلوة ممكن نعيشها سوا بتقوله طب غمت عينيك وما تفتح هاش غير لما قولك وطلعت هدية ساعة حلوة قوي عمر اول ما فدتها عينيك ما شافش هديتها انما راح في دنيا تانية رجع للماضي افتكر بقى انا ده امراته النفس الحوار ده اتقرر معاها بس هديتها كانت سلسلة وعجبته قوي كان بيحب نظم راته دي بجنون وسرح وبتنادي عليه وبيفوق على صوت سارة هي اللي بتنادي عليه وبتقوله عجبتك الساعة قال لها عجبتني حلوة جدا مشوف بقى خالة منال بتحاول تهديها علشان واضع على خاطرها قوي اصل جزء ايمن ما عداش على موت 40 يوم وهم عايزين يخطوب العمر خالتها بتقولها عمر اصلا ما كانش موافق وعايز يأجل قالت لها انا عارفة ان ماما اللي ورا الممضوع ده وخالتها بتقولها ما تظلمهوش هي عملت كده عشان الامور تبان طبيعية وبعدوا الشك عن عمر وعلي ما اللي بتقولها هي الامور مش هتبان طبيعية غير بقرية الفتحة ولا ده الكلام اللي بتقول لنفسكو علشان تبرروا اللي بتعمدوه منال واضح انها شايلة من مامتها قوي ومش قادرة تصفالها بتقول لخالتها ناسية هي عملت ايه زمان في موضوع علي خالتها بتقول لها كل شيء اسمها ونصيب ليه بتفتحي في الموضوع ده منال بتقول لها هي المصممة تبعدني عنكم بدليل انه كلكم كلمتوني وهي ما كلفتش خطيرها وكلمت خالتها بتطلب منها تقعد عندها شوية عشان تهدي عصبها لكن هي رفضت بالزوء وقالت لها معلش يا طنت محتاجة اقعد لوحد شوية علي بقى قهد مع ولاده بيلعب مع بنته لكن ابنه مشغول بالتصوير طول الوقت علي بيقوله انت بتحب التصوير اكتر من اللعب رد عليه وقال له فاكر ميجو علي قال له اه كان كلب غلص وسخيف ابنه قال له كنت بحبه قوي وصوره هي اللي بشوفها دلوقتي اصلا انا كل اللي بحبه وخاف ما شوفهش تاني بصوره كتير قوي عشان لما يحشني اشوف الصور وعشان كده بصورك يا بابي اعم ابنه جيه عالجرح وبنكتشف سر جديد علي كان متجوز مها اللي لقوا جثتها في حمام قطه وكمان كانت حامل وهو طلب منها تنزل الجنين لكنها رفضت وهددته كمان ان اول ما هتولد هتنسبه ليه وهتكتبه باسمه مش كده بس كمان افتكر كلام الدكتور انه عنده سرطان بالرقة ومشكلة بقى انه مش بيتعالج وكمان مخبه على عائلة السيوف يقول لها وبياخد ولاده في حضنه ويقول لابنه عايزين بقى الصور حلو وعمر بيروح للدكتورة النفسية اللي في مدرسة يوسف ابنه اختصفة الدكتورة بتقول له ملاحظة ان الرجليك حدت على المكان قال لها جاي لك راسني اصلي حسيت بشعور غريب قوي الصبح سألت ايه هو قال لها خايف قالت له ايه الغريب لكده هو انت مش انسان زينا برضو ولا خارق قال لها ما يفعش قدام عائلتي اكون انسان عادي لازم اتحمل اي حاجة وكل حاجة طول الوقت قالت له هنتكلم بالالغاز كده كتير ولا هتحكي عشان اعرف اساعدك قال لها دلوقتي مافتكرش يمكن اقدر بعدين وبتسم ابتسامة كده بتقول شكل يا حبك ولا ايه وصلاح ريان شكله بيلعب لعبة مش مفهومة بيروح لمنال المكان اللي بترسم فيه وبيقول لها فكرت انسب حد يدير نصيبي في شركة السيوفي هو انت بتقوله انت جايت تقولي قدير شركتي قال لها غريبة قوي مش الشركة دي بيدرها عمر والقاسهم متوزعة ما بين محتار السيوفي وسعاد وعلي وعمر لاتلي بس في الاخر اسمها شركة السيوفي وانا اسمي منال السيوفي والحاجات اللي بتتكلم عليها دي مجرد كلام على ورق قال لها تمام بس ده ما يمنعش انك تفكري عندي معلومة انك درت الشركة دي عشر سنين شلتيها على كتافك وعندي خبرة كتيرة قوي في الشركة والبيزنس قالت له عندي خبرة كتيرة كمان في الناس وعارفة انك عايزني ادير نصيبك علشان العشرة في المية بتوعك يبقوا عشرين وثلاثين لانت ناسي العشرة في المية دول انت جبتهم ازاي قال لها بزمتك شفتي شطارة كده وبقيت شطرة قوي يا منال بس عايزة حد يشوفك صح ويديك امتك الحقيقية واضح كده ان بينهم معرفة قديمة انت وزاي لسه ما نعرفش وعمر بيقرى فتحة سارة انما صفا بتقرم منه وتقوله مش فاهمة ايه اللي عجبك فيها سألها تكلمت منال قالت له مش جاية وبتنزل العروسة وبيديها بوكيل ورد ويقول لها ايه الامر ده روحت صفا بتبص له قوي ومستغربة لانها عارفة انه مش مقتنع بروح خطوبة ولا بيحب العروسة وبيقروا الفتحة كارثة في نفس الوقت مدام سميرة اللي شفناها في اول الحلقة تبقى امامة الدكتورة ومرات الراجل الطيب اللي احنا برضو شفناها قبل كده دول بقى غالبا ولادها المهم العيلة دي كلها جاية تضمر عيلة السيوف اللي ما نعرفش وصلتوا لغاية هنا وعجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك وشير وتعليقاتكم بتسعدني جدا ولو اول مرة تشرف القناة يسعدني جدا اشتراككم فيها ميرا بتقول لهم قالت السيوفي ليه لسه موجدين بيرد صلاحوا يقول لها هيقعوا واحد واحد اصبري شوية واولهم منال كلهم قاعدين على صفرة تحس كده وكأنه العشاء الأخير ايه الروع بدا؟ وفي بيت منال الشرطة بتروح وعايزة تفتش البيت منال خايفة قوي وفعلا لقوا مسدس وبسرعة بتتلم صفة وبتقول لها وطبعا قبضوا على منال بس الغريبة بقى انه عمر حذرها قبل كده لو عندها مسدس في البيت تحاول تخلص منه والخطوبة بوزت طبعا وعمر جري يلحق منال العيلة المريبة بقى بيت عشو وفرحانين قوي باللي حصل طبعا وفي التحقيق بقى الضابط بيفاجئ منال بثور كتير لأيمن مع بنات وكمان بيفاجئها بعقد جواز من مهة اللي اتقتلت في الفيلا بتاعتهم طبعا منال مش مصدقة اللي هي شايفاه والغريبة بقى ان المسدس كمان هو نفس المسدس اللي تقتل بيه ايمن وبيقول لها لقينا المسدس عندك اداة الجريمة وكمان الدافع موجود بيؤمر بحبسها اربع ايام على زمة القضية عمر وصله وبيسأل محامي قال له موقفها صعب جدا سلاح الجريمة في بيتها والدافع موجود وفيروس بقى بتعمل فيلم جديد على علي بتبعت له فويس تقول له انا خايفة قوي ارجع البيت انا عنده اختي في ريال ومش هقدر ابدا اعيش في البيت ده ممكن يدخل حد يقتلني وانا نايمة في اي لحظة سلت عليه نعم ونهورة وخايفة في ريال اختها بتقول لها نفسي افهم ليه بتعملي كده هو انتي شكة ان منال هي اللي قاتلت ايمن ردت ما هم ملاق المسدس في شاقتها وشكلها هي اللي تلبسها كان نفسي عمر هو اللي يشيلها وقتها كنا نستفاد كويس قوي في ريال بتقول لها ليه قلبتي كده على عمر مش كان حبيبك في ريال بتقول لها كان بس هو اللي مرضيش وانا عندي الناس نوعين يا ام عدوي يا ام حبيبك في ريال بقى ما عجبهاش كل اللي بيحصل ده وخارجة وسايبها في ريال بتقول لها انتي رايحة برضو يتقابلي الودة انا مش مرتاحة للقصة دي خل ردت عليها في ريال انت مش عايزاني اعرف حد عشان افضل قعدة بولادك وشوف بعد كده علي اللي بيروح يزور من الف الاسم بيقول لها عايز اعرف الحقيقة عشان اقدر اساعدك قالت له الحقيقة بقى انك كنت عارف ان ايمن بيخني وكمان متجوز مش غريبة شوية انك تتكلم معايا في موضوع المسدس وبعدها على طول اتحبز قال لها انا مقدر اللي انت فيه بس ما تجيش الحق تفكري بالشكل ده فبتقول له اول ما حسيت بالخطر ملكش امان ولا ليك غالي قال لها احاول انسك كل اللي قلتي دلوقتي وهساعدك لحد ما تخرج من هنا بس لازم تبقي عارفة ان دي اخر مرة هساعدك فيها لحد ما تعرفي انا بحبك قد ايه وبتقول له هي الزيارة دي مش هتخلص ولا ايه قال لها بكل حزن وقهرة هتخلص يا منال وخرج عمر بقى رجي على البيت وقال له منال خدت اربع ايام على زمة التحقيق مامتي بتقول له مش هارفة ايه اللي بيحصل لنا ده فرحة جبوز واختك تستجن شكلنا هيبقى قدامي الناس ايه هو ده اللي بتفقري فيه مش فرقة معاك منال قالت له تستاهل هي اللي اختارت تتجوز ايما خليها تشرب بقى وبتطلب من عمر انه يتكلم سارة قال لها هو ده وقته يا ماما بقولك منال هتتحبس والحكاية معقدة ردت عليه وقالت له ما ينفعش تزعى الباباها لانه ممكن يجوزها لحد تاني صفقة بقى بتقوله الحمد لله ان الموضوع صارة بيبوز البنت دي مش مرتحلة وكل ما تاخد خطوة في الموضوع ده بيتعقد من عند ربنا البنت دي شكلها نحس صفقة ليه مش عايزة اخطبته التم فيه سر لسه ما تكشفش شوفكو بخير ومع السلامة